دكتور بوس يا دكتور أكيد أنت وأنا وغيرنا طول النهار بيطلع اعملوا كذا عشان تخسوا اعملوا معرفش ايه اعملوا اعملوا فأنا جمعت كم مفاهيم الله وعلا ممكن يبقى فيه مننا صح يا دكتور صح كم منطق طبعا هدفنا ايه نخس وهدفنا نفيد سادة المشاهدين آه لا هدف الفاهيم ده نحن نخس عند الناس واللي منتشرة جدا من أكتر حاجات يا دكتور دلوقتي المنتشرة حتى الناس ممكن الصحابي يقول هالي تلاقيها مكتوبة عن الناس الناس يقول احسن حاجة عشان أخس أبطل آكل نشويات هل ده صح يا دكتور ولا غلط لا طبعا ما الصح ليه بعمل ده نوم عنواع زي الكيميكال دايت اه هي الفكرة كلها لو طبيا اه اعتقدهم اللي هو ما تخيل انه هو صح من ناحية في باطنه الظاهر انه هو كويس بس داخليا لا طبعا دي بوز جسمك ليه بعمل هو فاكر لو خدت النشويات هيتحول له سكر والسكر دا طول ما فيه سكر في الدم جسمك مش هيخد من ايه من مخزول تمام فما بداخلش سكر خالص معاي عن طريق نشويات هيتحول له سكر بسرعة هيطريها يكسر من ايه من الدهون صح ده بيكسر من العضلات ليه بقى ان ما بتخدي انت النشويات او بتخدش نشويات خالص جسمك حضم البروتين صعب يعني مثلا ياخد بروتينات بس يعني هو الكيميكال دايت اللي هو بالبلد دي كده يقولك ايه الغداء فراخ ماشوية كميات مفتوحة البروتين هضم في صعبه هضمه يحاول يطلع منه الجلوكوز فالجسمك مفروض يطلع من ايه من الدهون معاي بس هي المشكلة انه بيعلي حاجة اسمها الايه الاسيتون مادة الاسيتون ما بتاع لديت بتخلي الدم خامضي دم اسيدك معاي فالجسمك يطلع كالسم العضلات والعضل عشان يعادل حموضة ايه الدم فاعمل مصر الويستنج ضعفة فين في العضلات غير ما بتاكل بروتين كتير الكستربيلا اليوريك اسيد بيلا اللي هو النقرس تمام بيزود حموضة الدم يعمل حشاته تأزام والاهم من كده ان يوم والتاني حتى لو خاس بمضاعفات يوم يرجع لنا شوياته لازم هنرجع لها في يوم من الايام هنرجع لما علاقتنا الرز او العيش وش هنطلع حياته هنرجع لهو ايه عمله كله يبقى بدايته خلط غلق خطأ نهايته ايه خطأ بدايته صح نهايته صح في المهندس الشاطئ اللي بيبني عمارة برج سبعين دور يكون اساسها ايه متين كل العناصر الغذائية لازم ياخدها من بروتين بس بحثة محسوبة من كربوهيدريس بس بحثة محسوبة يعني تعطيها خطأ بعملها مش مفتوحة من فكهة لاخضار لمية يبقى النزوم متكامل متوازن منظومة كلها كاملة يبقى ما أنا بديك الورقة التغذية يبقى فهم الورقة دي مليون في المية ده مكتوبة صح